اهلا بكم طالب تجامع المهنيين السودانيين بنزع الحصانة عن المشاركين في تعذيب ومقتل الشاب بهايد النوري الذي اعتقلته قوة مسلحة من احد الاسواق جنوب الخرطوم كما شدد على مطالبته بتحقيق القصاص العادل وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا واعلن التجامع دخوله ما سماها مرحلة التصعيد الثوري عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص تسليم الافراد المتورطين بشكل مباشر في الجريمة المطلب الثاني اللي هو كان مرتبط بينه اخلاق كل المعتغلات الغير قانونية اللي هي تبعي جهة كانت للتعليق على هذا الموضوع ينضم إليها من الخرطوم عامر أقمار الصناعيات دكتور الوليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين أرحب به دكتور الوليد علي يعني بداية أيضا لابد أن يعلم السودانيون إلى أين وصلت قضية الشاب بهدي النوري قضية الشاب بهدي النوري حتى الآن لا زالت في مرحلة التقاضي وحتى الآن لم يرد للشعب السوداني أو لم يوضح للشعب السوداني الخطوات التفصيلية التمت لمعالجة قضية الشاب نوري صحيح النائب العام أصدر قرار بأنه نزع سلطة الاعتقال من القوات النظامية اللي هو كل القوات النظامية اللي هو قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية وسلطة الاعتقال أصبحت مقيدة بالقانون وهي أصلا بالضرورة يفترض تكون مقيدة بالقانون نحن نطالب بمعالجات تمنع حدوث الحدث مرة تانية دارين نشوف بعيوننا دارين نشوف الشعب السوداني والشارع السوداني دارين نشوف بعيونه المعتقلات التي تم يغلاقها وتظهر للشارع السوداني والناس يشوفها وتعرفها وتعرف الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع لحسم الفوضضية دكتور وليد علي كانت هناك قرارات أيضا اتخذت من قبل قوات الدعم السريع برفع الحصانة عن أفراد التهموا بهذا الجرم هل هناك أسماء تم تقديمها إلى القضاء السوداني أسماء بعينها ما هذا الكلام الذي أقوله أنا هو حتى الآن ما تنشرت الأسماء بالتفصيل ولا تنشرت الإجراءات العملية التي دعمت حتى الآن هو كلام سياسي كلام يتقال في الإعلام لكن الشارع السوداني حتى الآن غير واثق من أنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحسم التفلتات دي زي ما سماها قائد قوات الدعم السريعي أن هذه التفلتات وأخطاء فردية الأخطاء الفردية نحن دعين محاسبات علنية لها نحن نشير لحاجة مهمة جدا في تجمع المهانين أنه الخلل دي هو بادي من فوق بادي من أنه أصلا الحكم الحالي في السودان هو حكم عسكري ومو حكم مدني الشارع السوداني طالب بمدنية السلطة على الورق في الوثيقة الدستورية السلطة عند المدنيين لكن عمليا على أرض الواقع السلطة موجودة عند العسكر نحن لماذا نطالب بسلطة مدنية؟ نحن نطالب بسلطة مدنية لأن السلطة المدنية هي السلطة القابلة للمحاسبة لذلك الشارع السوداني كله التفى حول شعار مدنية الدولة دلوقتي لما تكون السلطة غير قابلة للمحاسبة بتظهر التفلتات الزيدي الشيء الذي يحسم التفلتات هو من أعلى هرم السلطة نعم أرجو أن تلقى معي دكتور وليد انضم إليها سيد مجدي عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي السوداني سيد مجدي عبد العزيز سمعت إلى ضيفي يتحدث حول قضية الشابة الدينوري منذ أيام ومنذ أسابيع لم يصل إلى هناك أسماء بعينها لم يتم تحديد أسماء بعينها كما تحدث ولم يتم معرفة من هم المتهمون في هذا الجرم من قبل قوات الدعم السريع تعليقك على هذا شكرا جزيلا لتحية لك والتحية لمشاهدينك طبعا الحقيقة هذه الجريمة النكراء وجدت استنكار واسع جدا من الجماهير الشعب السوداني وحتى من الأجهزة الرسمية وأذكر هنا أن الشقيق الشهيد بها الدين وقف يوم تشيعه وقال نحن لن نتخلى عن حق أخينا بالقانون في إشارة إلى فتح التحقيق في إشارة إلى إعادة التشريح في إشارة إلى تبني النائب العام لهذه القضية وأصبحت الآن قضية رأي عام وقضية قانونية الآن كثير من المراقبين يخشى مع هذه الأجواء التي فيها تجاذبات وفيها إشكالات سياسية أن تتحول مثل هذه التصعيدات إلى أدوات سياسية خاصة وإن ضيفكم يتحدث الآن عن السلطة والسلطة المدنية وهذا أيضا إدلاء في هذا التجاذب السياسي سيد مجل عبد العزيز دعنا نبتعد عن الشق السياسي ونركز على هذه القضية التي فيها مظلومية واضحة يعني هل قامت قوات الدعم السريع أو المسؤولين عنها أو حتى المتحدث باسمها أو أعلى سلطة فيها هل قامت بتحديد أسماء بعينها وقالت هؤلاء هم المتهمون الذين قتلوا بهاء الدين نوري ويجب تقديمهم من المحكمة طوالي الآن تحدثت عن إخوة بهاء الدين نوري هم يريدون العدالة والسودان كلها تريد العدالة فأين العدالة في رأيك نعم بالطبع الآن القضية في يد النيابة العامة وهناك تيم من النيابة العامة يحقق في ذلك قوات الدعم السريع اتخذت من الإجراءات أن أوقفت رتبة عالية جدا هو رئيس استخبارات الدعم السريع وكل المجموعة التي ساهمت أو أعتقد لا أن لها صلة بهذه الجريمة النكراء وأعتقد أن المسار القانوني الآن يسير لأن كما قيل هذا المسار القانوني محروس محروس بالشارع نعم سيد مجد عبد العزيز نعم هذه الجريمة لن تذهب نعم أرجو أن تبقى معي مشاهدين الكرام أيضا نتابع صور حية من مطار حمد الدولي ووصول فريق الأهل المصري للمشاركة في مونديال الأندية في الدوحة نعم مشاهدين نعود إلى الضيوفنا الكرام أذهب إلى دكتور الوليد دكتور الوليد استماعت إلى ضيفي وبالتالي هناك إجراءات قامت بها قوات الدعم السريع كما تحدث وكما سمعنا في الأخبار أوقفت البعض رفعت عنهم الحصانة هل هذا كافي؟ أبدا غير كافي المطلوب إعلان الأسماء الموقوفة وإعلان الخطوات تمت في إطار محاكمتهم أو تقديمهم للعدالة الحاجة التي دار أعلق عليها مهمة جداً ذكرها المتحدث يتكلم عن شكراً له يتكلم عن أن المسار القانوني محروس بالشارع وذلك بالضبط هو الشيء قاعد يحصل للوقت أن الشارع السوداني يحرس في المسار القانوني نحن في منطقة بتاعت انتقال للوقت دولتنا في منطقة بتاعت انتقال لا بد أن الشارع السوداني يكون صحي لأنه يضمن أن الانتقال يقود فعلاً لإنجاز المطالب بتاعته اتفضلت حضرتك بأنه في مظلومية قانونية لكن المؤكد في فترة الانتقال أن المظلومية القانونية ناتجة عن تفلتات تفلتات محمية بغطاء سياسي لذلك القضية برضو عندها البعد السياسي بتاعها لا بد أن ننتبه لأنه يعني دكتور وليد أرجو أن توضح أكثر يا دكتور وليد من يحمي من محمية بغطاء سياسي من يحمي من يا دكتور وليد؟ من السياسي الذي يحمي قاتل قتل مواطن سوداني؟ اللي هو مجلس السيادة مجلس السيادة بمكوينيه المدني والعسكري الآن أصبح عنده سلطات ذات طابع تنفيذي غير مدعوم من الوثيقة الدستورية هذه السلطات غير مدعوم من الوثيقة الدستورية التي توافقنا عليها نحن عارفين أن الوثيقة الدستورية مقننة وضعية قوات الدعم السريع ووضعية قوات الشعب المسلحة ومقننة وضعية المكوين العسكري داخل مجلس السيادة لكن بإشتراط أن المكوين العسكري والمكوين المدني داخل مجلس السيادة يظل بسلطات تشريفية وليس سلطات تنفيذية لكن الحاصل غير كذا لذلك تلقى التفلتات وحتى تكرر التفلتات طالما السلطات الموجودة غير متسقة مع السلطات أرجو أن تبقى معي دكتور وليد أرجو أن تبقى معي لأذى بسيد مجد عبد العز ربما يكون له رأي آخر فيما قلت أنت من تفلتات فيما قلت من أن هناك شق السياسي وأن هناك وذهبت بالمسؤولية إلى سياسيين وإلى عسكريين يعني تعليقك على هذا الأمر سيد مجد عبد العزيز وهذا ما قلت أن المراقبون يخشون منه أن تتحول هذه القضية المظلومية وهذه الجريمة التي الآن في مسار القانون إلى المعترك السياسي كما قلت لك الآن الساحة السياسية فيها انقسام حاد وهناك تيارات الآن ربما الإخوة في تجمع المهنيين في هذه النسخة منذ فترة طويلة يعبرون عن آراء سياسية محددة في الصراع بين المكون العسكري والصراع مع مجلس السيادة وهكذا أنا أقول يجب أن نفصل تماما بين هذه القضية صحيح أن هناك مقومات وهناك أساسيات تقوم عليها الدولة لكن ما يخشاه المراقبون أن تتحول مثل هذه القضايا للمتعجر السياسية سيد مجدي عبد العزيز أرجو أن تكون أكثر وضوحا سيد مجدي أرجو أن تكون أكثر وضوحا معنا الدكتور الوليد هل تقصد أنه توجه الكلام لتجمع المهنيين بأنهم يأخذون مثل هذه القضايا يتاجرون بها سياسيين أو يتخذونها ذريعة لأطعن في المجلس السيادة في الحكومة الانتقالية أرجو أن يكون كلام مواضح نعم تجمع المهنيين هذه النسخة منذ فترة يقف مع التيار الذي خرج من قوى الحرية والتغيير والآن يغاضب في الحكومة ويستغل كل الأحداث وكل الظروف ليصوب سهامه السياسية ولنصرة تيار سياسي معين لا يريد له لا يريد هذا التيار السياسي أن تستمر الفترة الانتقالية بهذه الطريقة خاصة ونحن على اعتاب تشكيل حكومة جديدة وعلى اعتاب مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق السلام القضية قضية جنائية بالدرجة الأولى قضية مظلومية بالدرجة الأولى واعتقد أن الخطوات التي اتخذت الآن القضية الملف ليس في يد الدعم السريع الملف الآن في يد النياب العام وفي يد النائب العام الذي كون تيما والنياب العام انتصر لهذه القضية بأن أعاد كون تيم عدلي عاد تشريح الجثمان وأوضح الحقائق لذلك صحيح تحرس هذه القضية وإن شاء الله ستتابع حتى مثل قضايا الأخرى نعم سيد مجد عبد العزيز تقدم إلى القضاء وتعود الحقوق إلى أهلها أرجو أن تبقى معي أذهب بهذا الكلام لدكتور الوليد دكتور الوليد أرجو أن ترد على الاتهام المباشر من سيد مجد عبد العزيز لكم بأنكم تأخذون مثل هذه القضايا لأهداف سياسية خاصة بكم نحن أهدافنا السياسية وخطنا السياسي واضح منذ البداية نحن ما قاعدين نستغل الظروف أو القضايا دي لدعم خطنا السياسي نحن خطنا السياسي أكدناه منذ البداية أن نحن مع الوثيقة الدستورية ومع تشريفية مجلس السيادة ونبهنا لأنه عدم الالتزام بالوثيقة الدستورية هو البيقود للأحداث دي يعني باختصار شديد نحن نقول لكم لما نحصل حادث زي ذا نقول لكم هذا هو الكلام اللي قلنا لكم من بدري هذا هو عدم الالتزام بمدنية السلطة هو البيقود للأحداث دي الأحداث دي قاعدة تمثل دليل على صدق رؤيتنا وصدق فكرتنا حول مدنية السلطة زي ما أنا ذكرت لك قبل لكننا نحن دارين سلطة مدنية لأنها تكون قابلة للمحاسبة السلطة القابلة للمحاسبة لا تحدث فيها مثل هذه التفلتات طيب يا دكتور وليد ربما البعض ربما البعض يرد عليك ويقول لك ربما البعض يرد عليك ويقول لك إن هذه مرحلة انتقالية وإن كل السودان وكل السودانيين ارتضوا أن يكون لك مجلس سيادة يجمع بين المكون العسكري والمكون المدني وأن الحكومة في مرحلة انتقالية وبالتالي سوف يكون هذا في المستقبل يعني كيف ترد على هذا الكلام المتحدث قال كلام واضح قال أن تجمع المهنين والقوى التي خرجت من قوى الحرية والتغيير لا تريد استمرار الفترة الانتقالية بهذه الطريقة الكلام دي صحيح أنا أكد عليه هنا أننا في تجمع المهنين لا نريد استمرار الفترة الانتقالية بهذه الطريقة لا نريد أن الفترة الانتقالية تستمر أو الحكومة خلال الفترة الانتقالية تستمر في التلك في إجازة قانون النقابات الموحد عشان تجيب نقابات ضعيفة أو تساهم في إنها ترعى أو توافق على كل التجاوزات القاعدة مارسها عناصر النظام القديم المتغلغلة في الاقتصاد السوداني السياسات الاقتصادية دلوقت بتاعة الحكومة دي ما مرضيانا نحن في تجمع المهنين نحن برضو واكفين ضدها نحن بنطلب ببساطة شديدة جدا بنطلب إنه الإنسان العادي البسيط السوداني يقدر يعلم أولاده بالمجان ويقدر يعالجهم السياسات الاقتصادية بتاعة السلطة الانتقالية ما حدقود لشعارات زي دي شعارات الثورة شعارات الثورة دائرة عدالة اجتماعية كل ما نراه من سياسات على مستوى النقابي والقانوني وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى محاسبة المجرمين كل ما نراه لا يرضينا لذلك نحن فعلا لا نريد لهذه السلطة أن تستمر بهذا الشكل نحن باستمرار بنطالب بإنفاز الوسيقة الدستورية الشكل المناسب الذي ارتضيناه هو توقيعنا على وسيقة دستورية تضمن تشريفية مجلس السيادي المجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني عدم الالتزام دي بيؤدي لمثل هذه التفلتات أنا ستكلم دلوقتي عن أنه ستحصل تفلتات تانية لقدام ونتكلم عنها وحيجي متحدث حيقوم يقول نحن نستغل لا استغلال سياسي لا نحن لا نستغل لا دكتور وليد وضحت الفكرة ننبهنا من أول نعم وضحت الفكرة السياسي بتاعنا هو البيجود لمثل هذه التفلتات وضحت الفكرة دكتور سأذب لسيد مجد عبد العزيز لابد أن يكون لك له تعليق لكن سيد مجد عبد العزيز ببساطة تجمع المهنيين وأيضا أي سوداني يريد أن يحفظ دماء السودانيين وأن لا يكون أحد فوق المحاسبة فوق القانون ليس لديه حصانة وبالتالي السودانيون يريدون أسماء مقدمة للمحاكمة تحاكم أمام الرأي العام تعليقك على هذا نعم السودانيون لا يريدون مظلمة ولا يريدون انتكاس للعدالة كافة لكن أقول لك ما أعلمه الآن أن الأمر في يد النيابة العامة كما قلت لك لكن في هذا التوقيت بالذات الذي فيه كما قلت لك تجاذبات التصعيد بمثل هذه القضية هو استغلال سياسي يرمي في اتجاه سياسي محدد خاصة أن الفترة الانتقالية الآن تمضي في مرحلة مفصلية مرحلة تشكيل حكومة جديدة الغريب أن تجمع المهنين نفسه هو من أسس لهذه الحكومة ولهذه السلطة وهو الذي كان يدعم حكومة عبدالله حمدوك وحينما خرج بعض القوى السياسية من الحرية والتغيير فضل تجمع المهنيين أن ينحاز لبعض التيارات المناوية وبدوا يستغلون في مثل هذه الظروف سيد مجد عبدالعزيز عذرا على المقاطعة لكن هل انحياز تجمع المهنيين وحتى شباب الثورة إلى حكومة عبدالله حمدوك تعتبره خطأا؟ لا أعتبره خطأا أنا أقول هذه القضية مفصلة تماما هذه القضية قضية عدلية وقضية مظلمة والأمور فيها واضحة جدا لو تركتني ذهبت تجمع المهنيين هذا بعدما حدث في ما يسمى بالانقلاب الأخير داخل تجمع المهنيين تجمع المهنيين ذهب إلى خطوات سياسية أبعد ذهب ووقع محركة متمردة على اتفاق في أديس أبابا حتى خارج أوطر الحرية والتغيير وأطر الفترة الانتقالية وأطر الوثيقة الدستورية لأن الوثيقة الدستورية حددت مسارات التفاوض ومسارات السلام أقول لك كل المراقبين يخشون الآن من هذا الاستغلال السياسي لمثل هذه الأحداث الفترة الفاتت كان هناك تراشق حتى مع قائد قوات الدعم السريع وجه لهم أيضا انتقادات واضحة وكان يشير لهذه المجموعات سيد مجد عبد العزيز ووقت هذه الفقرة انتهى نعم ووقت هذه الفقرة انتهى لكن بما أنك وجهت اتهام مباشر لتجمع المهنيين بأنه خارج خارج الوثيقة الدستورية واتفق مع حركة مسلحة سيد أو دكتور وليد أرجو أن ترد في أقل من دقيقة لو تكرمت أنا سأرد عليه حاجة محددة جدا المتحدث مجد عبد العزيز يتكلم عن غرابة موقف تجمع المهنيين تجاه الحكومة أنه ساهم في لحظة من لحظات أنه يجيب الحكومة وموقفه تبدل فيها نحن في تجمع المهنيين لا نقف مع أفراد لا نقف مع أسماء محددة نحن نقف مع برامج ونقف مع قضايا هذا هو موقفنا وبالتالي موقفنا ثابت تجاه كل القضايا شكرا فهو يستغرب موقفنا تغير موقفنا تجاه الأشخاص أنا المستغرب هو الآتي أنا مستغرب من أنه الغريب فعلا أنه مجد عبد العزيز المعتمد السابق ليوم درمان دلوقت يتكلم يدافع عن حكومة الفترة الانتقالية التي شالته من موقعه فهذا غريب وهذا غريب يعني شكرا لك الدكتور وليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين شكرا على وجودك معنا وشكرا مصول لسيد مجد عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي السوداني مشاهدين اتهمت إثيوبيا جارها السودان بأنه يحتل جودا